ترقب سياسي للجلسة القضائية المزمع عقدها الأربعاء والخاصة بالطعن المقدم على جلسة البرلمان الأولى القراءة توضح بأن القرار القضائي لن يغير مخرجاتها فاختيار رئيس البرلمان محمد الحلبوسي كان باتفاق الكتل السياسي الفائزة وبقناعة تامة الأمر الذي لن يغير من نتائج الجلسة الأولى لا تأثير عندما تكون هناك قرارات في عادة الجلسة أو في عادة صياغة السلطة التشريعية بقرار المحكمة الاتحادية لا يعني أن التفاهمات السياسية تلغى وبالتالي التفاهمات السياسية ممكن إعادة نفس المشهد وممكن إعادة نفس مشروع الهيئة الرئاسية لمجلس النواب وفق التوافقات والتفاهمات السياسية وفي حال عادة هذا الانتخاب رئيس مجلس النواب مجدداً سوف يكون هناك باعتقاد أيضاً تجديد لهذا المنصب لنفس الشخصية قانونياً وبحسب خبراء أن الجلسة لم يكن فيها خرق للدستور العراقي ولا للنظام الداخلي لمجلس النواب فالنائب الأكبر سناً بعد المجهدان كان حاضراً ومستوفياً جميع الشروط القانونية لإدارة الجلسة ما قد يعني ردت دعوة القضائية المقدمة على أولى جلسات البرلمان هذا ما يشار إلى أنه ما موجود حالة سابقاً لا بلا الدستور ولا بالقانون مثل شيء حاله ولا ترفض من يتولى بعد الخروج لأكبر سناً التقديم مبطعاً كان بعدة أشكال أما استمرار الجلسة في رأيي شخصياً تبرق مرملي جميع القراءات والترجحات تشير إلى أن معطيات القرار القضائي لن يغير مخرجات الجلسة النيابية الأولى وإن كان قاضياً بإعادتها فالتوافق ذاته على شخص رئيس المجلسي ونائبيه من بغداد محمد فراس قناة تغيير